ضمن خطط حكومة إقليم كردستان لدعم قطاع السياحة احتضنت السليمانية نسختها الأولى من معرض السياحة الدولي بحضور أكثر من مئة شركة محلية وأجنبية وممثلين عن منتجعات سياحية عدة في العراق وأقليم كردستان معرض سليمانية الدولي للسياحة اللي يهتم بالقطاع السياحة عموما ثقافة السياحة والاشتراك والتجول والترحال بين الناس بدأت تتزايد يوما بعد يوم هذه الثقافة تنتشر عالميا الآن الناس والمؤسسات يهتمون هواية بشغلات السياحة ومشتقات شؤون السياحية وسليمانية أصبح مكان للسياح في دول الجوار وجنوب ووسط العراق وداخل كردستان مشاركون أشادوا بحسن التنظيم عادين المهرجان فرصة ذهبية لعرض خدماتهم السياحية وطريقة مبدعة لجذب مستثمرين جدد في مجالات سياحية جديدة وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال هذه أول مرة يحصل معرض السياحي في سليمانية وبالسليم كردستان وإن شاء الله يتكرر المرات ومرات ويكون بهذا فائدة لسليمانية والشعب السليماني وأهالي السليمانية وكل الشركات السياحية والمطارات نحن كمان المين سبونسور طبعا هذا المعرض أكيد نحن بشرفنا نكون المين سبونسور لهيك معرض كبير لأول مرة بنعمل بالسليمانية وإن شاء الله متأمنين خير يعني المشاركة كتير واسعة في عنا كتير ناس اجت من برا من كيفة البلاد لحوالينا في كتير عالم مشاركة ويستمر المهرجان على مدار أربعة أيام على أرض معرض السليمانية الدولي في منطقة طاسفوجة ولساعات متأخرة من الليلة لقناة زاكروستي بيشيار محمد السليمانية